تركوا في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الجديد دوت هنشوف شرح الجرامر الخاص بالوحدة السبعة للصف الثاني الاعدادة المنهج آآ الجديد. آآ طبعا في الفيديو الاولاني شفنا آآ شرح الدرس الاول والتاني وان شاء الله هنلاقي رابط بتاع الفيديو آآ في الوصف تحت الفيديو دوت. آآ هنشوف الجزء الخاص بالجرامر اللي هو آآ شرح اللي هو المستقبل يعني ازاي باستخدم كلمة للتعبير عن آآ المستقبل. اولا آآ هنشوف شكل الجملة البسيطة مع كلمة طبعا احنا عارفين ان اي جملة هتبدأ بصفج في اللي هو الفاعل. قد كده بنحط كلمة وطبعا عارفين ان كلمة دايما هجيب بعدها اللي هي مصدر بدون اي اضافة. طبعا اكون نحافظين ان كلمة ممكن اكتبها بالشكل الكامل او ممكن الاختصار لما نقول يبا هو هيسافر العام القادم. يعني هم هيشتروا عربية. الجملة داي بتعبر عن اللي هو مستقبل. هنلاحز ان سواء كان الفاعل هي او زي او مفرد او جمب. بجيب كلمة ويل. وكده كده بعد كلمة في اي مكان هنجيب المصدر بدون اي اضافة. طبعا. في حالة النافي لما نيجي ننفي الجملة كلمة بتبقى كلمة اللي هي ويل ونط. لما نقول او كلمة وانت فيزت هيز انكل. برضو سنلاحز حاجة مهمة. ان سواء في اثبات مع او في النافي مع كلمة او كلمة بجيب مصدر بدون اي اضافة. طبعا. نروح للنقطة التالتة لما نجي نكون سؤال بمعنى هل? احنا عارفين ان السؤال بمعنى هل? يبقى هيجاوب عليه يا اما بيس يا اما بنو. طب شكل السؤال بيكون ازاي مع كلمة هبدأ بكلمة ويل واجيب بعدها الصد اللي هو الفاعل وبعد الفاعل برضو هجيب مصدر بدون اي اضافات. برضو هنلاحز ان سواء في جملة او في سؤال او في نفي هجيب معها مصدر بدون اي اضافات. لو قلت يبقى يبقى الاجابة يس اي او او نو اي وانت. يبقى بنحط يس ونعمل عملية المقص عارفين ان كلمة يو بحول الكلمة اي. طبعا. رقم اربعة لو هنكون سؤال يبدأ بكلمة استفهام او اداة استفهام. شكل السؤال بيكون كالآن. بنبدأ بادات استفهام زي وط زي وير زي وين زي هاو. ونحط كلمة ويل وبردو فاعل. ثم مصدر بدون اضافات وتكملة السؤال ونحط علامة استفهام. لو قلت وات ويل زي دو تومورو. لما نجي نجاوب بنصف كلمة وات عند ويل وزي بنعمل المقص يبقى هنبدأ بكلمة زي ويل ونحط بقى الاجابة بلاي فوتبول. طبعا. لو قلت وير ويل هي ستاي. يا طرى هو هيعود فين. يبقى لما نجي نجاوب هنصف كلمة وير ونعمل عملية المقص يبقى هبدأ بكلمة هي ويل ستاي طبعا احنا عارفيني كلمة وير بتسأل عن المكان يبقى هنحط كلمة ان كايرو. ده شكل السؤال اللي هيبدأ بأداة استفهام وازاي نجاوب علي. طبعا. نروح لرقم خمسة بداية النقطة بقى المهمة في الدرس بتاعنا. ليه علامات واستخدامات المستقبل مع كلمة يعني الكلمات اللي انا هستخدمها بتعبر عن المستقبل وفي وجودها بنجيب كلمة قال لي اول الحاجة لتعبير عن التنبؤ. بدون دليل يعني انا بتنبأ او بتوقع ان حاجة ايه تحصل بس ما معيش دليل. طب هنعرف ازاي بقى من خلال بعض الكلمات زي كلمة ليعتقد زي كلمة زي كلمة زي كلمة او كلمة اللي يوعد او 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 ايام شور. يبقى لو جاب لي كلمة من الكلمات ديت يبقى بنستخدم كلمة زائد المصدر اللي انا الجمل ديت او الكلمات ديت بتعبر عن توقع او احتمال او رأي شخصي ويتنظر يعني من غير ما يبقى معايا دليل. لما نقول ربما عملية تاخد ساعتين اتنين. يبقى هنا بيتكلم على كلمة يبقى جبنا زائد المصدر. بقول له انا هديك بعض المال. يعني ده وعدي. بحينا كلمة يبقى هنجيب زائد المصدر. اعتقد ان الجو هيشتي بكرة. هنا بيتكلم مجرد رأيه خلاص. ده اسمه رأي شخصي. بقول له اعتقد يعني او انا متأكد هنا مش هتساعدك. يبقى واحد هنا بيتكلم عن ايه? عن رأيه الشخصي. يبقى في وجود الكلمات ديت دايما هنجيب كلمة ومعاها مصدر بدون اي اضافة. طب اتنين. قال لي بستخدم كلمة والمصدر لما اجتكلم عن حقيقة في المستقبل. وهنا هنحدد حقيقة يعني ايه في المستقبل? يعني لما اجتكلم عن عمر او سن. يعني عمر شخصي مسلا او سن شخص الشخص طوالت هيكون عمره كزا السنة الجاية او الاسبوع الجاية او الشهر الجاية. يبقى هنا بنجيب كلمة زائد المصدر. لما نقول اه يبقى هي عمرها هيكون سبع سنين الشهر القادم. يجب بنسميها حقيقة. يبقى هنا بتكلم عن العمر او السن يبقى هنجيب زائد المصدر. بعد ما شفنا الشرح الخاص بالجزء دوت نروح بقى نطبق على الاسئلة او التمارين. اهم حاجة بنقرأ الجملة بشكل كويس وعد كده نشوف الاجابة المناسبة. نشوف السؤال الاول بيقول زي هوب بمعنى يتمنى زي 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 ماتش. الشاطر اللي هيعرف مفتاح الجملة يعني الكلمة اللي في الجملة اللي بتدل على الحل هيجيب الاجابة بشكل بسيط. ايه مفتاح الجملة هنا? تمام. اللي هي كلمة اللي هي يتمنى زي زي يبقى هنجيب زائد المصدر. هو جاب لهنا المصدر اللي هي كلمة يبقى الحل بتاعنا هنا هيكون كلمة يبقى هنا بيتكلم على شطار عمر او سن طالما اتفقنا ان بيتكلم على عمر او سن يبقى دي نسميها حقيقة. يبقى هنجيب زائد مصدر يبقى تلاتة. اه مين شاطر قولي? ايه طالما جاب لي كلمة يبقى انا محتاج سمح حد بيقول شطار يبقى كلمة يبقى زائد المصدر. اه ناخد بدنا بقى. هنا جاب لي كلمة وجاب لي فاعل وجاب لي مضارع يبقى ما يهمنيش بقى الجملة شكلها تمشي ازاي? اللي يهمني مفتاح الجملة هي عندي كلمة ايه? صح? بعد كلمة سواء جملة ازبات نفي اه اي حاجة يبقى هجيبه المصدر يبقى كلمة على طول. يبقى هنا مفتاح الجملة كلمة يبقى معها مصدر بدون اي اضافات. رقم خمسة. زي هنا السؤال بشكل مختلف بقى هو عايز ان اختار العلامة. المصدر يبقى بتكلم على مين? صح مستقبل. يبقى ايه هنا من علامات المستقبل? يبقى كلمة شطار. صار هنا بدأ بكلمة يبقى لما نجاوب يبقى نقول ياس اي. مثلا حد بيقول اجابة. تمام يبقى كلمة رقم بي. ذات اي 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 لو جينا نبص على الجملة في هنا كلمة مصدر اجيب بعدها مصدر صح برضو لأ ار برضو لأ يبقى كده جملة تحلت ا يبقى زائد المصدر طب انا مش عايز اخذها من الشكل ده ايه مفتاح الجملة صح بمعنى يوعد يبقى ول زائد المصدر. عندي هناك كلمة يعني هل تعتقد? يبقى هنا بيسأله عن رأيه يبقى نحط كلمة في الجملة ديت انا هختار كلمة السؤال مين بقى شاطر متابع ليه اخترت كلمة هتقول عشان بي بس لا مش شرط ليه اخترت كلمة شطار صح عشان وجود كلمة يبقى هجيب ول زائد المصدر. سؤال رقم عشرة ناخد بلنا بقى ديت جملة للناس الشطرة اللي هي هتركز كلمة بروميس ما تديني في الاجابات ولا هلبد ولا هلبس اول ما هنبص على الجملة ديت هنروح لمين? لول هلب. حد يقول لول هلب عشان كلمة طب هقول لكم ناخد بنا من حاجة. يا ترى كلمة جاي بعدها فاعل? لا ده مفيش فاعل اه. يبقى منفعش يجيب ول زائد مصدر. يبقى ديت الجملة فيها خدعة شوية. طالما ما فيش بعدها فاعل يبقى في الحالة ديت بينجيب تو زائد مصدر يبقى تو هلب. تاني الفكرة هنا. فكرة احنا قلنا من ضمن الافعال اللي بتدل على زائد مصدر. اه. بس الجملة مفيش فيها فاعل بعد يبقى في الحالة ديت من الافعال اللي بجيب بعدها زائد المصدر. طب حد بقى شاطر يقول لي معنى كده ان لو انا قلت الجملة دي وجيبت بعدها الفاعل الحل يختلف اه. لو جبنا فاعل بعد كلمة يبقى هنجيب ول زائد المصدر. ناخد بدنا من الجملة رقم عشرة. عشان ديت لو جيت في الامتحان هتميز الطلبة عن بعضها. نروح لنموذج تاني من الاسئلة. طبعا اللي هو الشكل الجديد بقى بالنسبة لنا اللي هو هيجيب لي الكلمة اللي بين قصين. ويقول لي صحح الكلمة ديت او استخدمها في الشكل الصحيح بتاع. السؤال الاول بيقول وقال لكلمة اه طب هنا الاجابة فيها ايه? يبقى الجملة هنا مثبتة او الاجابة مثبتة. يبقى المفروض هتكون كلمة تمام شطار هنكتبها مع بعض. يبقى كلمة الجملة التانية. هدي كلمة وجاب لي هنا اه يبقى المفروض بجيب بعدها. شطار مصدر بدون اي اضافات. يبقى غلط هتبقى رين ار اي اي ان. يبقى هنشيل القسم. رقم تلاتة. وير ومديني كلمة ديد يو ترافل نيكست ويك اه. تكون السؤال الاسف هام فعل مساعد فاعل فعل. بس انا اجاب لكلمة نيكست. يبقى ديت غلط المفروض تكون. ويل دبليو اي ال ال. اربعة. ماي سيستر سبيس. ومديني كلمة وود بي سيرتي نيكست يير. خلاص حفظنا طالما اتكلم على عمر او سن. هم شطار يبقى نحط كلمة يبقى 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 هنكست كومبيتشن. هتقول لي طب ما هتجملة صح يا تقدي هوب وجاب لي زائد للمصدر. لأ حد شطر هو تبيقول ده كلمة هوب مفيش بعدها. هم فاعل صح. يبقى الحل هم برافو عليك صح يبقى هاجيب تو زائد مصدر يبقى تو وين. وبرضو ديت من الجمل المميزة للطلبة برضو ناخد بنا منها يبقى هنا نحط كلمة تو زائد المصدر. ان شاء الله برضو هنلاقي الملف بتاع الشرح دوت موجود اسفل آآ الفيديو. نروح لجزء الجرامر التاني في الوحدة السبعة معنا اللي هو حالة اف او الحالة الشرطية الاولى مع قاعدة اف. هنشوف الشكل العام بتاع الحالة الاولى واستخدامه. قال لي تتكون الحالة الاولى من اسلوب الشرط كالقاتي. بنبدأ طبعا باداة الشرط اللي هي كلمة اف. وبنجيب بعدها فاعل وبنجيب بعدها فعل الشرط حاجة اسمها مضارع بسيط. طب الجزء التاني من الجملة اللي هي جملة جواب الشرط. بتبقى فاعل. بنحط كلمة او كلمة وانت. واجيب بعدها مصدر بدون اي اضافات. بيبقى الجملة الاولى مضارع بسيط. الجملة التانية بتكون مستقبل اللي هي او كلمة. طبعا كنا عارفين مضارع بسيط هبارة عن. يا اما مصدر بدون اضافات. يا اما مصدر اخره اس او اس او اي اس. او في حالة انها في كلمة او واجيب بعدهم مصدر بدون اي اضافات. يبقى هنا اسلوب الشرط تلات اجزاء. ادف اداة الشرط. فعل الشرط المضارع بسيط. جواب الشرط بيكون كلمة والمصدر. طبعا ممكن كلمة اف تيجي في اول الجملة او ممكن تيجي في نص الجملة. سواء جيت في اول الجملة او في نص الجملة هيبقى بعدها على طول المضارع البسيط. نشوف مثال. لقلت if he arrives early he will catch the bus. معنى اف قلنا لها ازا او لو. يبقى لو هو وصل بدري هيلحق الاوتوبيس. يبقى جبنا هنا مضارع بسيط وهنا والزائد مصدر. طبعا. if she doesn't study. لو هي ما ذاكرتش. هنا جملة منفية. hard she won't get high marks. يبقى لو ما ذاكرتش كويس مش هتجيب درجات عالية. طبعا. نروح للمعلومة التانية معنا. اللي ممكن استخدم كلمة ون بدلا من اف. يعني ممكن اشيل كلمة اف وحط مكانها كلمة ون بمعنى عندما. لما نقول if he arrives we will go out. لو هو وصل هنخرج. يبقى ممكن اشيل اف ونحط مكانها مين? ون. يبقى when he arrives we will go out. يبقى القاعدة بتقول لي ممكن اشيل كلمة اف وحط بدلها كلمة ايه? ون. هل شكل الجملة هتغير? لأ. بعدها مضارع والزمن التاني بيكون ويل زائد المزر. طبعا. زي ما قلنا قبل كده. قال لي ممكن ان تأتي اف. سواء في اول الجملة ماشي او في وسط الجملة. وكده كده زي ما قلنا ان لو جيت في وسط الجملة بعدها على طول مضارع بسيط. يبقى الشكل هابدأ بفاعل ونحط كلمة او كلمة زائد المصدر ونحط كلمة اف واجيب بعدها فاعل ومضارع بسيط. طبعا. ممكن نشيل اف سامح حد يقول لي احط مين برضو نفس الفكرة. لو قلت مش هنلحق لو مش هنمشي والمصدر. ونحط كلمة اف في النص وفاعل ومضارع بسيط كالعادل. يبقى لو قلت will you buy a car? هل يا طرح هتشتري العربية if you are rich? لو انت غني. طبعا الاجابة بتكون يا اما بيس يا اما بنو. يبقى يس اي ويل او او اي وانت. طبعا. لو السؤال بادئ باداة استفهام. بنبدأ باداة استفهام. بعدها فعال مساعدة بقى will. ونجيب فاعل ومصدر. ونحط كلمة اف او برضو كلمة ون شبطار. وفاعل ومضارع بسيط. لو قلت what will happen? يا طرق الا يحصل if he studies hard. ده هو زاكر كويس. نجاوب على السؤال ده. هنقول مسلا he will get high marks. هيجيب درجات ايه? عالية. if he studies hard. ملخص قاعدة if بشكل بسيط زي ما قلنا. هنجيب if والبديل بتاعها win شبطار جدا. بعضهم هنجيب مضارع بسيط. يعني ايه مضارع بسيط? فعلي في اس او فعلي بدون اي اضافات. تمام جدا. او في النفي دونت او مين. الجزء التاني من الجملة بيكون will زائد للمصدر. وفي النفي كلمة زائد الملاحظة الاهم كلمة if ممكن تيجي في اول الجملة صح او تيجي فين في وسط الجملة. سواء في اول الجملة او في وسط الجملة اللي بيجي بعدها على طول شبطار جدا. مضارع بسيط. بعد ما شفنا الشرح البسيط الخاص به قاعدة if نطبق بقى على الحل. زي ما اتفقنا اه بشكل اه مبسط جدا ان عندي ثلاث حاجات في الجملة. if اللي الفعل او اداة الشرط. بعدها مضارع بسيط. والزمن التاني بيكون will زائد المصدر. قال لي if ali space hard he will get high marks. الاول نعرف مفتاح الجملة اه. will زائد مصدر. يبقى انا محتاج مين? مضارع بسيط. تمام. لو جينا نبص على الاختيارات فين المضارع بسيط? هنلاقي مصدر اهو تستادي. وهنلاقي كلمة مصدر اخره. اي اي اس. يبقى هنا الفاعل علي. مفروض علي او هي او شي او ات او اس مفرد. قلنا بناخد الفعل اخره اس او اس او اس. يبقى الحل الصحيح هنا هنختار كلمة طب معنى كده واحد قال لي لو انا شلت علي هنا وحطيت كلمة اي الحل هيختلف اه. يبقى لو اي او وي او يو او زي كنت هجيب كلمة استضر. جملة تانية. اي ويل اس بيس يو اي تابلت اف يو ار كليفر. هنا مش محتاجين نقرة باية الجملة خلاص مفهومة. مفتاح الجملة هنا كلمة طالما يبقى انا محتاج مصدر بدون اي اضافات. طب سؤال بقى للناس الشطرة. لو شلت اي وخلتها هي يعني قلت هي ويل. واحدة هيقول ليه الاجابة بايز. غلط طبعا. مع ويل مهمنش الفاعل. كده كده مع كلمة يبقى هجيب مصدر بدون اي اضافات. ناخد بانا من النقطة دي. رقم تلاتة. يا طريق اللي يحصل. خلاص جاب لف. يبقى انا محتاج بعدها. مضارع. خلاص كده الفكرة اتحفظت. هنا شي يبقى هنحط كلمة. زي زي جاب لف هيت. وجاي از مضارع. يبقى انا زائد المصدر. او ناخد بانا زائد المصدر. طب لو حطوا الاتنين جاب لولاهاية وجاب لكلمة يبقى ده اختيار. سامح حد الشاطر بقول اختيار. اه? معنى صح. على حسب معنى الجملة بقى. يا طرح اقول زي will go to the beach. هيروحوا للشاطق. if it is very cold. لو جو برد قوي. اكيد لا. يبقى هنا نحط كلمة want. طيب. يبقى معنى الجملة مش هيروحهم للشاطق. اذا كان الجو بارد جدا. طب رقم خمسة. if he arrives early space catch the bus. من اجمل الجمل والافكار اللي ممكن تقابلنا في المنهج بتاعنا. في قاعدة if. طب نبص كده على الجملة ونشوف الفكرة. if he arrives. حد يقول لي arrives ده الجملة سهلة خالصة. هده arrives مضارع يبقى انا محتاج شاطر صحها. will زائد مصدر. يعني الحل هنا هيكون will he ولا he will. ايه ده? ده فيه will. وفي will he. طب ايه اللغبطة ديت? ما هي ديت فاعل و will وديت will وفاعل. طب احنا كده تلغبطنا. ولا هل يا طرح هو جايب حاجة غلط اصلا يعني كاتبهم كده بالغلط? لا مش بالغلط ولا حاجة. ناخد بلنا بقى مفتاح الجملة دي ايه اه علامة الاستفهام. يبقى هنا دي صيغة جملة ولا صيغة سؤال? سمح حد شاطر بيقول لي صيغة سؤال. يبقى الحل هاختار will he. في الوجود علامة الاستفهام. طب حد شاطر بقى يقول لي تقصد بكده ان لو شلت علامة الاستفهام وحطيت مكانها في الستبت نقطة. يبقى الحالة يتغير? اه. لو حطينا هنا في الستبت كنت هقول هي will. ناخد بلنا الفكرة دي. نعم. ستة. خلاص من غير ما اكمل الجملة will زائد المصدر يبقى نحط كلمة في جمل بتبقى سهلة من ناحية الشكل وفي جمل طبعا لازم افكر فيها كويس زي الجملة رقم خمسة. هنا الصوت استفهام. طبعا يبقى هنا هنحط كلمة على طول عشان جاب لي هنا مضارع يبقى انا محتاج زائد المصدر. افهي هلب الزم لهو ساعدهم زي سبيس قاس ذا اجزام. خلاص جملة مباشرة جاب لي فاعل ومضارع يبقى انا محتاج زائد مصدر يبقى will. ناخد بلنا بقى دياب برضو فكرة جميلة بس بسيطة ساهلنا الجملة. يعني معنى جملة زائد كويس وإلا. كلمة or ديت معناها وإلا. دايما مع كلمة or طالما بدأنا بصفة امر يبقى هنجيب will حتى لو نش فاهم القاعد او مخطهاش دايما بعد كلمة will بجيب مين? صح. will زائد المصدر يبقى هنحط كلمة fail. إنما هي قاعدة عامة جاب لي او بدأنا بمصدر وجاب لي فيه كلمة or. يبقى منحط will والمصدر او في النفي كلمة want زائد المصدر. بسانت سبيس انجري. if you insult here. طبعا كلمة insult ديت معناها يهين. دي مضارع. يبقى انا محتاج والزائد مصدر. الاختيارات دي هتعلمنا. إن في جمل بتبقى جمل مباشرة عادي خالص. إنما في جمل تبقى ان هي سهلة ولكن محتاجة تركيز. نروح برضو زي ما قلنا ليه السؤال الجديد آآ بالنسبة لنا اللي هو سؤال آآ آآ اللي هي كلمة طبعا اللي بينك وصين ديت كلمة خطأ. عايزين صحها تبقى للقاعدة. if you doesn't play will you will lose. من شاطر فاكر القاعدة هنا. آآ. هنا عندي يو. يبقى يو ما تاخدش. doesn't. يو تاخد. don't. يبقى d o n apostrophe t. طبعا هي نطقها زي ما قلنا apostrophe. مش apostrophe. what will space within happens if he comes late. خلاص. هنا يبقى ول زائد مصدر يبقى هابن بس. هنشيل الاسم. يبقى اتش اي بي بي اي ان. study hard or you will succeed. حد يقول استنى بقى. انت قلت ان الجملة بدقة بامر. وفي كلمة or. يبقى هنجيب ول زائد مصدر. صح. بس انت مخدتش بالك. وقلنا كمان ممكن نجيب. في النفي مين? والمصدر. يبقى. ده اختيار معنا. يقول لك زاكر وإلا هتنجح? ولا لن تنجح? يبقى لن. يبقى هنحط كلمة won't w o n apostrophe t. يبقى study hard or you won't succeed. طبعا هنا دي اسي في الكلب. when he space within arrived we will have lunch. خلاص خفزنا ان win زي كلمة if. يبقى مع هي هجيب الفعل في اس. يبقى كلمة arrives. يبقى هنشيل دي ونحط اس. ها. الشاطر بقى اللي فاكر القاعدة دي. if he has money. هز مضارع. he will buy a car. طبعا هالجملة سهلة هاي? لا خلاص ها. ازا ما انتفقنا ايه مفتاح الجملة? شطار علامة الاستفهام. يبقى he will. ها. المفروض تكون will he. يبقى هنبدل الكلمتين مع بعض عشان جاب لي في الاخر علامة. استفهام. يبقى هنحط كلمة will he على طول. اه ان شاء الله هنلاقي الملف الخاص بالشرح دوت في الوصف تحت آآ الفيديو. وان شاء الله انتظروا الفيديو القادم لشرح الدرس التالت والرابع من الوحدة آآ السبعة على قناة زي انجليش. نروح بقى لنقطة مهمة جدا لاستخدام قاعدة اف او البديل بتاعها طبعا زي ما قلنا كلمة لتعبير عن النصيحة في وجود كلمة او طبعا احنا عارفين ان كلمة معناها يجب وكلمة بمعنى لا يجب طبعا بشكل الجملة هيمشي ازاي باعطاء النصيحة طبعا هنبدأ بكلمة بمعنى ازا او لو او كلمة بمعنى عندما ونحط فاعل وطبعا كالعادة هنحط مضارع بسيط دية الجملة الاول. طب هنا هنجيب فاعل ونحط يبقى لو بقول له آآ يعمل الشيء يبقى كلمة ما يعملوش يبقى كلمة هناك فاكرين في القاعدة الاولينية كنا بنحط كلمة او كلمة لا هنا مع النصيحة هنستخدم يا اما كلمة يا اما هنستخدم كلمة بمعنى بقول له لو انت زرت القاهرة يبقى هنا بينصحوا بيقول له روح الى الاهرامات طبعا لما يكون عندك امتحان ما تضيعش ايه وقتك يبقى ممكن نستخدم كلمة او كلمة في اعطاء النصيحة. كالعادة مع معلومة قديمة بالنسبة لنا خدنا ان كلمة او كلمة ممكن اجيبهم عادي في وسط الجملة. طب الشكل هيكون ازاي? بنبدأ طبعا هنا بقى بفاعل ونحط كلمة او زائد المصدر. ونحط في النص او كلمة وفاعل ومضارع بسيط. لو قلت. you shouldn't walk in the sun. ما تمشيش في الشمس. if it is hot. لو الجو حار. you should help your friend. يعني حاول تساعد صاحبك when he needs help. لما يكون محتاج مساعدة. طب لما يكون السؤال تعرفنا فين وعين اتنين من السؤال. السؤال بمعنى هل? يبقى هنبدأ هنا بكلمة should. وممكن نبدأ بكلمة shouldn't. وفاعل ومصدر. ونحط في النص او وفاعل ومضارع بسيط. should he study hard if he has an exam? يبقى اللي جاء بايس او no. يبقى yes he should. او ممكن نقول no. he shouldn't. بس طبعا هنا المعنى ما ينفعش اقول no. طب لو سؤال بدء باداة استفهام. يبقى هنبدأ باداة استفهام. زي زي ما قلنا what where when how. ونحط should او shouldn't. وفاعل ومصدر. ونحط if او win وفاعل ومضارع بسيط زي ما قلنا فاعلة في اس او فاعلة بدون اي اضافات. لو قلت what should you do when you feel ill. يا طرى ايه المفروض تعمله لو انت تعبان يبقى ممكن نقول I should see a دكتور اللي يذهب للدكتور. what shouldn't you do يا طرى المفروض ما تعملش ايه? if you have an exam. لو عندك امتحان ايه المفروض ما تعملوش? يبقى هقول I shouldn't waste my time. ما كونتش هضيع وقت. النقطة بشكل مختصر خالص. عندي if او win. اذا ما قلنا الاتنبيسة وبعض هنجيب معاهم مضارع. آآ بسيط. فعلي في اس او فعلي بدون اي اضافات. طب في حالة النصيحة هنجيب معاهم كلمة will ولا should? لا هنجيب كلمة should. او في النفي كلمة shouldn't شطار. نتفق على حاجة مهمة ان كلمة should او كلمة shouldn't بعدهم دايما ايه? مصدر بدون اي اضافات. ده ملخص المعلومة دي. نروح للتمارين. if you have an exam. لو انت عندك امتحان طبيعي يبقى هنحط كلمة should يبقى you should study hard. what should they? حافظنا خلاص ان مع كلمة should سواء في جملة او في سؤال يبقى معها مصدر بدون اي اضافات. يبقى what should they? هنحط كلمة do. you should help the poor. يعني فور تساعد الفقراء. if you space rich. هنا كلمة should والمصدر يبقى انا محتاج مضارع بسيط. هنا طبعا هاف مضارع وهاز مضارع وار مضارع. الفعل هنا مين? يو. طب يو تاخد هاز? لا. يو تاخد هاف اه. طب يو تاخد ار اه. يبقى هنا اختيار معنى. هاف بمعنى عنده. وار بمعنى يكون. يبقى يكون غني ولا عنده غني? لا يكون. يبقى هنا نحط كلمة if you are rich. she's based study hard if she wants to get high marks. لو عايزة تجيب درجات عالية يبقى يجب ان. يبقى هنا نحط كلمة should على طول. children space play in the street. when it is very hot. لما الجو يكون حر جدا. مفروض الاطفال مايلعبوش. يبقى هنا نحط كلمة shouldn't. if you space know the answer you should ask your teacher. يبقى لو انت عارف ولا مش عارف? لا مش عارف. هنا طبعا يوتاخد don't. يبقى if you don't know the answer you should ask your teacher. طب حد يقول لي اه يوتاخد doesn't? no. isn't? لا. او hasn't? لا. حتى برضو لو تنفع ما ينفعش ان انا اجيب بعد isn't مصدر ولا hasn't مصدر. مونة شو تقول زي المفروض تتصل بيه اللي هي سيارة ايه? الاسعاف. is based she see an accident. اه ناخد بالنا بقى جملة جميلة. المفروض تتصل باسعاف لو شافت لو او عندما ده انا عندي في الاختيارات كلمة اف يبقى اف صح. طب ناخد بالناقى اه ده فيه كمان كلمة ون. طب نقرا كده بقت الاختيارات ومديني يحل كمان اسمه ايه اند بي. ايه اند بي ديت. يعني يقصد ان الاجابة الاولى تنفع والاجابات التانية تنفع. اه صح. ده ممكن اقول اف اللي هي بتسوي كلمة ايه? ون. يبقى هنا هنختار ايه اند بي. ناخد بالنا من نزام الاسئلة ديت برضو مع النزام الجديد ممكن يجيب لي سؤال زي دوت. يبقى هنا الاختيارين دولة صح. ننفعش اختار بقى ايه وبي كده يعني حط علامة على ايه وعلامة على بي. لا. هنا ده الاختيارات يبقى ايه اند بي. نروح لي السؤال زي ما قلنا الجديد بالنسبة لنا زي ما شفنا اللي هو سؤال الكمبليت او كمل بالشكل صحيح من الكلمة اللي بين قصين. لما يكون عندك شغل. يكون عندك شغل. مقصود بقى هنا يعني لو عنده شغل بدر او كلام ده كلاته. طبعا يبقى هنا هتبقى يبقى نحاول كلمة لشودن. لو هي تعبانة خلاص حفظنا ان كلمة بعدها تمام مصدر بدون ادافات يبقى فقط. جاب لف ومضارع هيك يبقى هتبقى نصيحة هنا كلمة يبقى يبقى زي دو احنا نكلم طبعا هنا على صيغة نصيحة. بديني where you are fat you shouldn't eat mini sweets. طبعا هنا نبدأ بwin صح. حد يقول لي استخدم كلمة اف برضو صح. يبقى هنا ممكن نشيب كلمة وار ونحط يا اف يا كلمة win. ali should has happy if he wins the competition. سؤال جميل. مفروض اجيب بعدها مين? مصدر بدون اضافات. حد يقول لي المصدر من has? have. يعني اقول ali should have? لا غلط. انت ماخدتش بالك من الجملة. الجملة بتقول if he wins. if he wins يعني لو كسب. طب ايه ديت? هابي. كلمة هابي يعني ايه? اه سعيد. يبقى عنده? لا غلط. ده يكون سعيد. يبقى الحل الصح. هدوك خرصة تجاوبهم. نفكر ثانية ثانية ثانية. اه يبقى شد. بي صح. بي ايه. يبقى ناخد برنا بردو من الفكرة بتاعة الجملة. ده بكده يبقى الجرامر الخاص بالوحدة السبعة اه كلها. اه وان شاء الله الملف هيكون موجود اسفل اه الفيديو.